موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى نشرة الثالثة من تلفزيون فلسطين نبدأها بالعنام موسيقى القيادة التائمة مساء اليوم برئاسة السيد رئيس في إطار التحضيرات لانعقاد المجلس الوطني موسيقى السيد رئيس اتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي بحثا خلاله وعملية السلام والأوضاع في ذلك موسيقى قادة الإسرائيليون يواصلون تصريحاتهم الداعي لفرد السيطرة على الضفة وغور الأوروبن موسيقى أهلا بكم تعقد القيادة مساء اليوم اجتماعا مؤسعا برئاسة السيد رئيس محمود عباس في إطار اللقاءة المتواصلة تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان القادم المزيد في تقرير خالد طاوع في الوقت الذي تتعرض فيه القضية والقيادة الوطنيتان إلى حملة شرسة تداعت الأخيرة إلى عقد اجتماع موسع لبحث الانحياز الأمريكي لإسرائيل وأخطار المؤتمر الذي عقد مؤخرا في البيت الأبيض للدخول إلى غزة من بوابة الإغاثة الإنسانية كونه يعتبر العتبة الأولى لتمرير صفقة العصر من أجل خروج القيادة بتوصيات وتصورات فعالة لصد هذه المسرحية السياسية المدخل هذا الإنساني استعملت حتى دول موجودة للأسف في الإقليم لتكريس الانقسام وهي الإدارة الأمريكية بكل ثقلها تدخل على الخط بمشاركة بعض الأطراف في الإقليم العربي هذه مخاطر محدقة وتنبع أهمية انعقاد الاجتماع للقيادة في وقت تنسج فيه حركة حماس مؤامرة للنيل من حكومة الوفاق الوطني وتفكيك دورها في قطاع غزة وتجلى ذلك بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات وبالتالي فإن تداعيات هذا الحدث ستحضر بقوة على جدول أعمال الاجتماع بهدف إيجاد التدابير اللازمة لقطع الطريق على مخططات العبث بوحدة الشعب والوطن وتمكين الحكومة في الكطاع الذي يعاني من الفوضى الأمنية البحث في أفاق وتدعيات ما نجم عن هذا العمل الإجرامي الخطير واستقراء وتحديد الخطوات الواجبة للرد على الجريم ومع توالي الأحداث والتطورات الصاخبة التي تشهدها الساحة بات من أهم متطلبات هذه المرحلة الفارقة عقد المجلس الوطني في موعده أواخر الشهر المقبل حيث سيناقش الاجتماع سبل إنجاحه خاصة وأن المجلس شاخ وشاخ أعضاؤه بالسن وبعضهم فارق الحياة وأضحت قراراته هشة وبالتالي فإن تجديد مؤسساته وضخ دماء جديدة فيها سيقوي الموقف الوطني بعيدا عن التجاذبات والتناقضات ومراهنات البعض على الوقت جملة من القضايا والملفات السياسية والمصيرية على جدول أعمال اجتماع القيادة الموسعة بهدف دراستها وتمحيصها والخروج بتوصيات ورؤية ناضجة للتعاطي مع التحديات المقبلة وإسقاط المؤامرة ضد شعبنا وقضيتنا خالد مطاوع تلفزيون فلسطين تلقى سيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وجرى خلال الاتصال استعراض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين كما تم تطرقه إلى عملية السلام المتوقفة والأوضاع في غزة وآخر المصردات في الأرض الفلسطينية والمنطقة بعث سيد الرئيس محمود عباس برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولايات رابعة هذا وأعيد انتخابه ورئيس فلاديمير بوتين لولايات رابعة ب77% كما أعلنت لجنة الانتخابات الروسية المزيد في تقرير ليالي عبيد فعلها القيسر الروسي فلاديمير بوتين للمرة الرابعة على التوالي قال له الروس نعم على وقع الهتفات الشعبية يعيد بوتين مناصره بعهدة مليئة بالإنجازات وذلك بعد حصوله على نسبة تجاوزت 75% من أصوات المقترعين بعيدا عن الاحتفالات الصاخبة يبعث بوتين برسائل الطمأن للخارج عبر عدسات الكاميرات وأسئلة الصحفيين رسائل مفادها أن موسكو مستعدة للتغلب على أي صعوبات في التعامل مع الغرب على مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة وفي مشهد النقيد ليس بعيدا عن قلب روسيا السياسي يتمعن منافس بوتين بنتيجة الانتخابات والخيبة هي السمة الأبرز في خطابهم سيمدد فيها بوتين حضوره السياسي إلى نحو ربع قرن أي حتى عام 2024 ليصبح الثاني أطول الزعماء بعد السعيم السوفيتي جوزيف استالين يبدأ بوتين عهدته الرابعة رئيسا لروسيا وهو يدرك كما هو ظاهر أن معركته الخارجية لن تكون أقل ضراوة من تلك التي يخوض غمارها على الصعيد الداخلي فالاقتصاد والبطالة وغيرهما من التحديات الداخلية قد تستحوذ على أولاوية أجندته السياسية خلال الست سنوات المقبلة ويجمع مشهد المراقبين بأن لا مفاجآت بالمشهد الروسي السياسي بقي بوتين سيد الكريملين لكن مفاجآت قد تبرز على خط المواجهة بين روسيا والغرب مواجهات يقول فيها بوتين لا يريدها حد لكنه أكد بأن التنازل خارج حساباته بتلفزيون فلسطين ليالعبي أجرت قوات الاحتلال فجر اليوم مسحا هندسيا لمنزل عائلات الشهيد عبد الرحمن بني فاضل من بلدة عقرب جنوب نابلس تمهيدا لهدمه أفد عضو لجنة مقاومات الإستان في عقرب يوسف درية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وحاصرت منزل الشهيد بني فاضل وأخذت قياساته وتصويره إشاري لأن بني فاضل سشد برساس قوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن مستوط أدت لمقتله خطت عصابة تدفع الثمن الإرهابية شعرات عنصرية على جدران منازل وأعطب إطارات لمركبات في بلدة حزمة شمال شرق الكدس المحتلة كريستين رناوي محى التفاصيل ثبات الفلسطينيين في أرضهم لا يغيظوا الاحتلال فحسب فمستوطنوه يعيثون في الأرض فسادنا بغية تفريغها من أهلها مستوطنو عصابة تدفع الثمن الإرهابية سجلوا اعتداءا جديدا بإعطاب إطارات ثلاث مركبات لعائلة عسكر في قرية حزمة حيث خطوا أيضا شعارات عنصرية تدعو إلى ترضي العربي من القدس ليس أول مرة بيصير هذا الاعتداء فصارت أسنى من مرة في مرة من المرات حركوا سيارة مرتين ثلاثة حاولوا يجوا على البيت بطريقة ثانية والمرة الأخيرة زي ما أنت شايفها كانوا باعتداء على السيارات المجذبة بالبيت نموذج عائلتي عسكر مثال حي فشل الاحتلال بقتله للتغطية على سرقته الأرض الفلسطينية فهنا مواطنون متجذرون في أرضهما باتوا يقطنون في قلب مستوطنة إسرائيلية نتيجة ابتلاع الأرض بالبناء الاستطاني غير الشرعي فأكثر من خمسين فردا من عائلة عسكر يصمدون في بنايتهما التي شيدت عام ستة وسبعين أي قبل بناء ما تسمى مستوطنة بيسجادزئيف الجاثمة على أراضي حزمة شمال شرقي القدس المحتلة أنا يوم جيت هنا بكاش مستوطنة أنا كنا لحالنا ستنين هنا المستوطنة عجب بعد التسين جيت المستوطن أنا تقريبا سي واحد وثلاثين سنة ستنة هنا بس ما بكناش فيها الخوف الخوف عجب من جديد علينا إيشنا خوف يعني في الليل وفي النهار وإحنا جوال دار بنخاف يعني عرضوا علينا كانوا كل سنة وكانوا جيبونا شكات مفتوحة بس امضوا بالمبلغ اللي بدكم إياه وصل الشيك مفتوح مع رحمة خالي رحمة حمي الله يرحم روحه أبو العبد جابوا له آخر إيش الشيك مفتوح حط خمسين مليون حط خمس سبعين مليون حط مئة مليون وعطينا بس لأنه فيها التلخيص فإحنا الشوكة فيهم ما بقدروا يطلعون منها بهذا السال بالترهيب أو الترغيب يسعى الاحتلال إلى بسط قبضته على القدس لكنه يصطدم بإرادة فلسطينية فولاذية تحمي المدينة المقدسة نيابة عن الأممة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة قدمت جمعية استطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلي طلبت خلاله إخلاء ثلاثة تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بحجة أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية وقيمت دون تصريح وتنص الدعوة القضائية على رفض جمعية ريجافيم الاستطانية السماحة بإقامة مواصفتها مدينة للفلسطينيين في جبل الخليل لتشكيلها خطرا على مستقبل الاستطان في المنطقة على حد التعبير الجمعية الاستطانية من جديد يخرج قادة المستوى السياسي في إسرائيل الدعوة لفرض سيطرة الاحتلال على الضفة وآخرهم وزير الإسكان الصالي يؤف جالنت الذي دعا لفرض سيطرة على الضفة وغور الأردن المزيد في تقرير ميساء الأحمد موجة مدين متواصلة في الدعوات والمشاريع لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي المحتلة عام 67 كان آخرها دعوة وزير الإسكان الإسرائيلي يؤف جالنت إلى فرض سيطرة الاحتلال على الضفة وغور الأردن مع منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في المنطقتين بحجة التخوفات الأمنية كل هذه الطروحات التي يحاولوا أن يجملوها بشكل اقتصادي أو أمني أو إلى آخره لن نقبل إلا بقرار القيادة الفلسطينية الثابت وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأرض وفي الجو وتحت الأرض أيضا على حدود عام 67 دعوة جالنت غيض من فيض إسرائيلي لتكريس الاحتلال والإبقاء عليه حلقة في عنق أي حلم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة فمؤخرا دع الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين إلى ذلك سبقه وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي طراح مخططا استيطانيا يماهد للأمر فيما تحاول الكنيسة دائما تمرير مشاريع قوانين وملاءمتها لتنفذ وتطبق في المستوطنات كمقدمة لفرض السيطرة الكاملة على الضفة والقدس المحتلتين شعب الفلسطيني محصن بقرارات شرعية بقرارات أمم المتحدة جمعية عموية بقرارات مجلس أمن أن حقوقه على أرض دولة فلسطينية حدود السبع وستين هي حدود شرعية وقائمة ودولة فلسطينية يجب أن تقوم ولذلك مطلوب الآن من المجتمع الدولي أن يقول كلمته بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات وفي الوقت الذي تبدو فيه حكومة الاحتلال في سباق مع الزمن لفرض رؤيتها لمستقبل الضفة متسلحة بدوء أخضر ودعم أمريكي غير مسبوق في علانيته تخوض القيادة الفلسطينية مخضا سياسيا لحجد الدعم لقضيتنا وشعبنا وتعرية الاحتلال بعنصريته وإرهابه أمام العالم إن الدعوات والإجراءات ومشاريع القرارات الإسرائيلية لفرض سيطرة الاحتلال على الضفة تعتبر إمعانا في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطينية وخطوة من شأنها نصف ما تبقى من فرص لإحياء عملية السلام ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام لرفع إذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول أشهد أن لا إله إلا الله عيال الظلام عيال الظلام عيال الظلام عيال الظلام الله أكبر الله أكبر أهلا بكم يواصل المعتقلون الإداريون في معتقلات الاحتلال مقطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم الثالث والثلاثين على التوالي وأضح ناد الأسير في بيانه أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 194 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري مضيفة أن غلبية المعتقلين الإداريين معددهم 500 معتقل قضوا سنوات في الأسر وبعضهم وصلت نجمع اعتقالاتهم الإدارية لأكثر من 14 عاما أكد ذو الأسر رفضهم لسياسات الاحتلال القمعية ضد أبنائهم المعتقلين جاء ذلك خلال الاعتصام الأسبوعي لهال الأسر أمام لجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة التفاصيل مع محمد أبو حطبة في تقرير أصدره مركز أسر فلسطين للدراسات حول الاعتقال الإداري الذي تنتهجه دولة الاحتلال الأسرائيلي كعقاب جماعي ضد المواطنين الفلسطينيين يبرز أن سلطات السجون أصدرت ما يزيد عن 4000 أمرا إداريا خلال السنوات الثلاث الماضية منها 240 قرارا منذ بداية العام معظمها لأسر محررين وعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا محكومياتهم في سجون الاحتلال هذه السياسة تنتهجها مصطحة السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلية لوضع أكبر كم ممكن من الشباب الفلسطيني في داخل السجون الاحتلال دون تهم دون قضية دون اتهام هذه السياسة تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية ولكن إسرائيل تتوغل بهذه السياسة قلق كبير عبر عنه الأهالي خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر من هذه السياسة العقابية التي طالت عشرات المواطنين عند مغادرتهم القطاع عبر معبر بيت حنون ما يجعل المرور عبر هذه البوابة مغامرة تعرض المواطنين للقمع والابتزاز إسرائيل بتضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية باعتقالها للمرضى اللي بروح يتعالجه وللي بروح بسافر مرافق مع مريض أو إنه بده يروح يطلق أي علاج داخل إسرائيل أو الضفة فهذه ممارسات تعسفية ضد الإنسانية ضد القوانين الدولية ضد حقوق الإنسان وفي إطار تصعيد خطواتهم الاحتجاجية يواصل الأسرى الإداريون لليوم الثاني والثلاثين على التوالي مقاطعتهم المحاكم الإدارية بهدف تسليط الضوء على قضيتهم وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري بينما هددت سلطات السجون الأسرى بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة لاستمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية من المعروف اليوم بأن الأسرى الإداريين يقوموا بخطوات تكتيكية من أجل إسقاط سياسة الاعتقال الإداري هذا الاعتقال هو مخالف لجميع العراف والمواثيق الدولية ومازال العدو يستخدم هذه السياسة بمثابة سيف مصدط على رقاب أبنائنا في داخل السجون الإسرائيلي يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين لضرب الروح النضالية التي حاول بكل الأسليب القمعية أن يخترقها أو ينال من هذا الصمود الأسطوري من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر حمد أبو حطب تلفزيون فلسطين استقبل نائب ورئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني زيادة أبو عمرو في مكتبه بيرمالله وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو وتم خلال اللقاء بحث آخر المسجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالمصالح الوطنية ونقل السفارة الأمريكية للقدس وكذلك سبل التعاون بين فلسطين وإيطاليا في مختلف المجالات قال سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح حين بلاده تساند فلسطين في موقفها من أي تسويات أو حلول مقبلة وجدد سفير بن فرح موقف تونس الدعم للقضية الفلسطينية وتأكيده الاعتراف بدولة فلسطين معاصمتها القدس وشيدا بجهود القيادة الفلسطينية في هذا المجال وسعيها للحفاظ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلستها اليوم البنت السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وسيجري تقديم تقارير من المقرر الخاص حول فلسطين واخرى سيقدمها المفوض السامي وكشف وزير الخارجي والمقتربين رياض المالكي عن محاولات أمريكية مستمرة وضغطات على فلسطين للتخلي عن البند السابع ومنقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين في إطار البند الرابع أعلن الجيش المصري قتل ستة وثلاثين إرهابيا وتدمير اثني عشر وكرا للإرهابيين خلال الأيام الماضية ضمن عملية سنة 2018 التي أطلقتها القوات المصرية وفذ الجيش المصري بأن العملية أسفرت كذلك عن استشهد أربعة وأصابة سبعة من قوات الجيش أثناء تبادل لإطلاق النار مع الجماعات الإرهابية قال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جووش أوغلو إن القوات التركية لن تبقى في مدينة عفرين بل ستسلم المنطقة لإصحابها الحقيقيين أكد أوغلو بأن الهدف الأساسي من الحملة العسكرية التي قدتها بلاده منذ حوالي شهرين والتي أطلق عليها غسط الزيتون هو تطهير عفرين من الإرهابيين وإرسال الأمن بها حسب قوله دعا الكريملين بريطانيا لتقديم أدلة تثبت اتهماتها لموسكو بالمسؤولية عن تسميم العميل الروسي المزدوج في إنجلترا أو الاعتذار وأصف الناطق باسم الكريملين الاتهامات البريطانية بأنها تشهير ضد روسيا ولا يمكن فهمها على الإطلاق وقبل الختام نتحول إلى حالة الطقس مع روز أبو عصب مساء الخير روز مساء النور محمد شكرا لك حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم ارتفع الدرجات الحرارة نهار اليوم حيث تجاوزت معدلاتها العامة بحدود عشر درجات مئوية وتحولت الأجواء إلى جافة وأكثر حرارة من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام ويسود طقس مشمس ومائل للدف أما خلال ساعات المساء يسود طقس لطيف يميل للبرودة في ساعات الليل وبالنسبة ليوم غد الثلاثاء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية ربيعية لطيفة تعمل على هبوط درجات الحرارة بصورة ملحوظة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة أما يوم الأربعاء القادم ترتفع درجات الحرارة وعليه تتأثر المنطقة بمنخفض جوي خمسيني آخر عبر الأراضي المصرية يومي الخميس والجمعة ولننتقل وياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى لنهار اليوم ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 27 رامالة 26 نابلو 28 جنين وطوباص 30 تول كرم وقلقيلة 31 سلفي 27 أريحة 33 بيت لحم 27 الخليل أيضا 27 وننتقل وياكم إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 27 دير أدبلح 30 خانيون 27 وأخيرا رفح 30 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر إلى هنا ناصل وياكم مشاهدين الكرام لنهاية نشرتكم الجوية أتمنى لكم يوما موفق في أمان الله والآن عودة لك محمد شكرا ناروز شكرا لك إلى عنوين المشرة القيادة تلتأم مساء اليوم برئاسة السيد الرئيس في إطار التحضيرات لإنعقاد المجلس الوطني السيد الرئيس اتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي بحثا خلاله عملية السلام والأوضاع في رسل قادة السعليون يوصلون لتصريحاتهم الداعي لفرض السيطرة على طفا وغبر الأردن نهاية النشرة دمتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة